موسيقى تمكن العالم السوري العظيم ابن الشاطر الدمشقي إلى السولر سيستم النظام الشمسي كيف كانت حركة الترجمة في التراث القديم؟ مشروعاً علمياً رائعاً بدأ في عهد الأمويين ويكفي أن نقول أن أبو القاسم الزهراوي كان أعظم جراح في العصور الوسطى واختار علات الجراحة لا تزال مستعملة إلى الآن كانت في تأمينات صحية في العصور؟ كان هناك ما يوصف بتأمين صحي من خلال أن العلاج بالمجان وفكرة المصعد أو الإليفيتور فكرة إسلامية بل فكرة الريبوت أو الإنسان الآلي كفكرة أولية عرفها المسلمون المركزية الأوروبية الأسف الشديد لا طرف المرآة إلى نفسها حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست خبايا التاريخ في الحلقة السابقة ناقشنا خصائص الحضارة الإسلامية والتحديات التي واجهتها وكيف أضاءت إسهاماتها العلمية مسيرة العلوم شرقاً وغرباً اليوم نواصل معكم البحث في جوانب جديدة للحضارة الإسلامية في العصور الوسطى وقمة ازدهارها وخصوصاً تأثير حركة الترجمة والمراكز العلمية في تعزيز هذا الازدهار ولمناقشة هذه المواضيع نرحب مجدداً بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد مؤنس أحمد عوض حماد الأستاذ بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية في كلية الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشرق دكتور محمد أهلاً بك وشرفتنا أهلاً بك يا خلاص أهلاً وصحي خلينا نبدأ دكتور من حيث انتهينا ما عوامل ازدهار العلوم في ظل الحضارة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الواقع أن هناك عدة عوامل أدت إلى ازدهار العلوم في ظل الحضارة الإسلامية منها أن الإسلام دين يدعو إلى العلم والدليل الواضح اقرأ وهي أول كلمة في القرآن الكريم وهذه الكلمة كلمة فارقة في تاريخ الأديان ثم هل يستوي الذين يعلمونه والذين لا يعلمون والإسلام صيغاته الدينية مفهومة تخاطب العقل وكثيراً ما ورد في القرآن الكريم الذين يعقلونه والذين يتفكرون فطلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة ثم حركة الترجمة وبدأت مع العصر الأموي من خلال جهود فردية لخالد بن يزيد ثم في العصر العباسي كانت هناك اتجاهات لجعل الترجمة مشروع قومي تتبنى الخلافة العباسية والترجمة تعني نقل نص علمي أو أدبي من لغة إلى لغة أخرى والواقع أنها نقل حضارة إلى حضارة أخرى وفي بيت الحكمة في بغداد كان هناك أول تجربة فريدة على فتها البشرية في فريق العمل الذي يقوم بنقل حضارات سابقة هندية وفارسية ويونانية وسوريانية إلى اللغة العربية وترأس حنين بسحاق هذا الطبيب والمترجم العظيم الذي يحتل لمكانة بارزة في تاريخ العلوم في العصر الوسطى وكان هناك المترجمون والمراجعون والنساخ فبالفعل بيت الحكمة عمل جبار دل على قدرة الإسلام على الديسكورس أو الحوار وأكد عملياً أن التاريخ ورى الحضارات الستور إيديالوج دي سيبليسيون ثم تعدد أماكن طلب العلم بين الكتاتيب التي انتشرت في كافة أنحاء العالم الإسلامي مشركاً ومغرباً وفيها تعلم الصيبية الصغار مبادئ الحساب واللغة العربية وحفظ القرآن الكريم وكذلك في حلقات الدرس في المساجد حيث أن المسجد في الإسلام ليس مكان العبادة فقط بل طلب العلم والمدارس التي انتشرت وبدأت مع نظام الملك عندما أقام المدارس النظامية وانتشرت المدارس في كافة أنحاء العالم الإسلامي حتى أن لدينا كتاب النعيمي الدارس في تاريخ المدارس وكذلك ما أورده غير ذلك من المؤرخين مثل عز الدين المتشداد الحلبي في كتاب العلاق الخطيرة في ذكر شام والجزيرة وشهادات الرحالة مثل ابن جبيل ثم هناك صفات العلماء المسلمين حيث اتصفوا بأنهم بحثوا عن الله تعالى من خلال العلوم التواضع الشديد الرحلة في طلب العلم تحدي الإعاقة لأن ليست الإعاقة عاقة جسد بل عاقة روح وإرادة فكل هذه العوامل بالإضافة إلى الموسوعية فلم يسجنوا أنفسهم في سجن تخصص واحد وإنما سعوا إلى تنويع اهتماماتهم وكتبوا بإتقان عجيب في عدة مجالات لازلنا نتعجب من كفاءتهم في هذا الأمر ثم بعد هذا هناك رعاية الحكام والعلم والعلماء ويكفي كمثال رائع أن الخليفة المأمون العباسي كان يزن الكتاب الذي ترجمه عنايد بن أصحاب زهبا وهذا أمر لم يحدث في تاريخ أي تحاضرة سابقة أو لاحق كان يزن كتب الترجمة دكتور؟ الكتب المترجمة يكون بوزنها زهبا ويعطي الزهب للمترجم فدل هذا على التقدير العظيم وكان العلماء يمثلون جزءا من حاشية الخلفاء الذين يتم استشارتهم في القضايا العديدة فهذه نقطة مهمة بالإضافة إلى خزائن الكتب أو المكتبات فاختنى المسلمون أكبر مكتبات وتم التنافس على اقتناء المكتبات وكانت هناك مكتبة القصر الفاطيمي احتوت على مليون ونصف مليون كتاب واحتوت على 23 نسخة من تاريخ الطبر ويقال نسخة بخط الطبر نفسه فكان التنافس على اقتناء الكتب بشكل رأي عجيب الكتب هذه كانت مؤلفات أم مترجمة؟ مؤلفات ومترجمات ولم يعرف التاريخ أمة اهتمت بالكتاب تأليفا وترجمة ونسخا وحفظا مثل الأمة العربية الإسلامية كل هذه العوامل معا أوجدت البيئة التي مهدت لظهور العلماء فازدهرت الحياة العلمية في ظل الحضارة الإسلامية طيب دكتور هنا أستدل من كلامك أنه في حضارات نقلت إلى المسلمين سواء من فارس من الهند هل استفادوا منها المسلمين؟ الإسلام دين يملك فكرة الدسكورس أو الحوار مع الآخر فتمت ترجمة مؤلفات هندية وفارسية ويونانية وسوريانية إلى اللغة العربية وامتلك المسلمون القدرة على نقل هذا التراث إلى لغتهم التي صارت لغة العلوم والمعارف وكان أي باحث في الغرب لا بد أن يطقن اللغة العربية كي يتعلم من علوم المسلمين فهذه نقطة مهمة للغاية ودل هذا على اتساع أفق المسلمين بحيث أنهم لم يجدوا أي مشكلة في التواصل مع علوم السابقين وينبغي أن نقرر هنا أن المسلمين ما كانوا مجرد ترجمة بل أضافوا للعلم لأنه بعد مرحلة الترجمة كانت هناك الإضافات ونقضوا مؤلفات السابقين وفي مرحلة تالية عندما قامت أوروبا نقضوا مؤلفات من الحضارة الأخرى نعم المؤلفات السابقة بالذات المؤلفات الإغريقية قاموا بنقضها والإضافة عليها وفيما بعد عندما قامت أوروبا بنهضتها في القرن الاثناشر مثلا اعتمدت على الترجمات العربية للأصول اليونانية التي فقدت فكانت اللغة العربية هي لغة الجسر أو المعبر بين التراث القديم والمرحلة التالية فهذه نقطة ويفتخر المسلمون بأنهم قاموا بحركة الترجمة غير مسبوقة ورائدة في تاريخ العلوم وأي موسوعة وأي عمل علمي يتناول لابد من أن يتناول حركة الترجمة التي دلت على تسع أفق المسلمين وقدرتهم على التحاور مع الحضارات الأخرى وأنهم ما قدموا للقضاء على هذه الحضارات بل التعايش معها ووجدنا عناصر مسيحية تقوم بدور بارس في الترجمة ويكفي أن عميد بيت الحكمة هو حنين بن سحاق الطبيب والمترجم العظيم الذي أجاد العربية واليونانية والسوريانية طيب دكتور هنا يتبادر إذا ذهنا سؤال هل المسلمين نسبوا من تلك الحضارات أو المؤلفات نسبوها إلى أنفسهم نحن نعلم الحقيقة أن الحضارة الأوروبية أخذت من مؤلفات المسلمين ونسبوها لأنفسهم لم يحدث هل حدث العكس مع المسلمين لم يحدث أن المسلمين قاموا بإنكار نسب المؤلفات لأصحابه ولدينا المثال الواضح فيما يعرف بكتب الفهارس فالنديم في كتاب الفهرس هو فهرس للمكتبة العربية في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي واستمر عملية تأليف المؤلفات الخاصة بالفهرسة لكي تؤكد نسبة المؤلفات إلى أصحابها وفيما بعد سوف نجد أن حاجة خليفة في كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون يرد 14 ألف عنوان في عصر لم يكن فيه إنترنت ولا واتس ولا غيرها من الأشياء الحديثة فالمسلمون كانوا يمتلكوا أخلاق العلم وهذه الزاوية مهمة للغاية بل ألفوا في الجانب الأخلاق فالرهاوي ألف كتابا في أدب الطبيب فأدرك المسلمون أهمية نسبة المؤلفات السابقين لأصحابها بل إنهم اعتبروا أريستو المعلم الأول فيرستيتشر وقدروه كثيرا وفي كتاباتهم يقولون العظيم أريستو المحمود آثار أبو قراط فامتدحوا غيرهم من العلماء وما كانوا من العرب وما كانوا من المسلمين لأن الإسلام يرى أن العلم راحم بين أهله طيب كيف كان يسهم كل علم أو يتضمن أيضا أو تضمين كل علم عن الآخر ويخدمه المسلمون نظروا للعلوم نظرة شمولية كلية ولم يقعوا في مأزك التخصص الذي ينكر التخصصات الأخرى وأدركوا فكرة موسوعية العلم وعارفوا أنه لابد للعالم أن يكون موسوعيا في مؤلفاته فوجدنا ظاهرة عجيبة للغاية أن يكون العالم مؤرخا ومفسرا وفقيها وبكفاءة واحدة بالشكل العجيب للغاية وهناك أمثلة متعددة على هذا موفق الدين عبداللطيف البغدادي الذي ألف 125 كتابا من حوالي 54 كتابا في الطب فألف الطب في الكتاب والسنة وألف رسالة في الديابيتس والإفادة والاعتبار في الأمور ومشاهدة والحوادث المعينة بأرض مصر ونأتي إلى الصيوتي الذي ألف 1202 كتاب ورسالة لدركة أنه ألف رسالة عنوانها فارس مؤلفاتي وقد خصص عنه المستشرك الألماني الكبير كارل بروكلمن 250 صفحة في كتابه العمدة بعنوان جيششر عربش الليتراتور بالألمانية أي تاريخ الأدب العربي فكانت جزئية الموسوعية هذه نقطة مهمة لغاية وأدركوا أن كل العلوم تصل في الآخر إلى أنه لا إله إلا الله فالعلم كان مدخلا للإيمان وكل العلوم كانت تصل بالباحث إلى هذا الجانب الإيماني وأدركوا أنه لا تناقض بين هذه العلوم بل تتكامل وكأننا أمام شجرة المعرفة كل ورقة تؤكد أن هذه الشجرة من خلق الله تعالى طيب دكتور كيف أثرت حركة الترجمة من التراث القديم ونهضة المراكز العلمية في العصرين الأموي وأيضا العباسي العصر الأموي كانت الترجمة فيه فردية من خلال جهود خالد بن يزيد واهتم بالكيمياء بشكل كبير أما في العصر العباسي فلأول مرة نجد أن هناك مشروعا حضاريا للترجمة من التراث الفريسي والهندي والسرياني واليوناني وهناك نقطة مهمة وهي الترتيب الأولويات ففي الطب مثلا بدأوا بترجمة كتابات أبقراط الذي يلقى بأبو الطب وجالي نوس وبالتالي تم ترتيب أولويات ترجمة مؤلفات تؤسس للعلوم وكان أحيانا كتاب يترجم عدة مرات مثل كتاب المجسطي أو كتاب كبير البطميوس القلوزي تم ترجمته ثلاث مرات وكانت هناك دقة شديدة في الترجمة والمراجعة والتنقيح وبالتالي وجدنا بيت الحكمة يقدم نموزجا فريدا مراجعة وتنقيح من قبل المسلمين نعم من الذين يقومون بالترجمة للتأكد من صحة هذه الترجمة وإلى الآن يتعجب الباحثون المحدثون من براعة مترجم مثل حنيد بن سحق الذي لا يكتب تاريخ نهضة الترجمة في العصر عباسي دون هذا العالم العظيم الذي أورد النديم في الفهرس العديد من المؤلفات التي قام بترجمتها فقدم بيت الحكمة نموزجا فريدا لفريق العمل المتكامل ويلاحظ أنهم نظروا للعلوم نظرة شمولية فلم يكن هناك تفرقة بين كتب الطب عن كتب الأدب أو كتب الفلسفة فالكل سواء من خلال الرغبة في إيجاد قاعدة علمية وهذه القاعدة سوف تمكن المسلمين من أن ينطلقوا بعد هذا في كافة العلوم والمعارف اعتمادا على ما ترجموه وكما قلت منذ لحظات أنهم لم يتوقفوا عند الترجمة بل النقد والتحليل فاكتشفوا الفيتل ميستيكس أوف دي جريك سكولرز الأخطاء القاتلة لعلماء الإغريق في الفلك والجغرافيا والطب وغير ذلك بحيث أنهم قدموا إسهاما علميا حقيقيا في تاريخ العلوم بل قدموا نقلات فريدة في تاريخ العلوم وقفزات مقارنة بالطب بالعلم الإغريق وهنا نقطة مهمة لأن البحثين الغربيين المحدثين يبدأون العلم بداية إغريقية وهذه بداية خطئة بدأ العلم مصريا عراقيا وتعلم الإغريق من المصريين والعراقيين ثم أتى المسلمون كي يستفيدون من الحضر الإغريقية التي لها أصول شرقية المركزية الأوروبية الأسف الشديد لا ترى في المرآة إلا نفسها وتوهم نفسها أن العلم بدأ إغريقيا هذا كلام غير صحيح بدأ العلم مصريا عراقيا ثم مرحلة إغريقية ثم سيادة العلم الإسلامي لعدة قرون إلى أن أتت النهضة الأوروبية الحديثة وهي نهضة أصولها الإسلامية بغطاء أوروبي بإدعاء أنهم هم الذين توصلوا هذه الإنجازات بينما أخذوها من العلماء المسلمين طب هل ما زالوا إلى الآن الأوروبيين أو الحضارة الخربية تستفيد من الكتب العربية التي ألفت أثناء الحضارة السلامية لا تزال سواء في الطب في الرياضيات في الفلك طبعا هذه المؤلفات تحولت إلى scientific legacy تراث علمي لكن هذا التراث كان الأساس الذي أوصلنا إلى الآن إلى ما نحن فيه من تقدم علمي ولا تزال مؤلفات المسلمين فيما يتعلق بالصيدلة والأعشاب والنباتات يستفاد منها من أجل تصنيع أدوية اعتمادة على نباتات ذات فوائد طبية هذه نقطة مهمة للغاية والتراث الطبي أساسي لفهم ما حدث من بعد هذا وظلت كتابات يعني القانون في الطب لابن سينة ترجم إلى اللغة اللاتينية ومن خلال جهود جيرارد الكريموني في مدرسة طوليطلة وظل مستعملا في جامعات أوروبا حلقة قلن السابع عشر وكانت مدرسة سلينة الطبية قائمة على المؤلفات الطبية العربية بعد أن ترجمت اللينغوالتينة اللاتين لانجوش هذه حقيقة مؤكدة طيب دكتورة نخليني أستوقفك هنا نطلع فاصل ثم نعود مشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا حياكم الله مشاهدين مجددا وفي حديثنا عن الحضارة الإسلامية يدعوني مرة أخرى ورحب بيها الدكتور محمد مؤنس أستاذ التاريخ في جامعة الشرق أهلا بك دكتور مرة أخرى أهلا بحضرتك دكتور كيف أثرت حركة الترجمة بين الشرق والغرب هذا سؤال رائع لا نهضى دون ترجمة والترجمة ليست مجرد نقل سطور أو عمل أدبي أو علمي من لغة للغة أخرى بل نقل حضارة إلى حضارة أخرى والمترجم يقوم بعمل إبداعي في غاية الأهمية وقد يتمكن من استخراج ما في ذهن المؤلف ببراعة يحسد عليها لدينا تجربتان رائعتان في عالم وصول وسط بيت الحكمة في بغداد وهو العمل الرائد الذي أدخل العباسيين استوارد سيانس تاريخ العلوم من أوسع الأبواب وقلنا أنها أول مرة فريق عمل متكامل يقوم بترجمة مؤلفات عديدة من لغات متعددة اللغة العربية فصارت لغة العلوم والمعارف التجربة الثانية في الأندلس من خلال مدرسة طوليطلة للترجمة والتي شارك فيها عدد كبير من المترجمين اليهود الذين أتقنوا عدة لغات طيب دكتور يعني في حديثنا عن الطب والصيدلة العربية والسلامية مين اللي بدأ بنقل علوم الطب هل الغرب استفادوا من المسلمين في البداية أم أن المسلمين استفادوا من الغرب في البداية الواقع أن المسلمين استفادوا من ترجمة التراث اليوناني الطبي وعلينا أن نقول أن الطب بدأ مصريا عراقيا فعرف المصريون والعراقيون العديد من الأمراض وشخصوها بل لدينا هذا لأن الأغريق كانت تنسب لها طبعا الأغريق تعلموا من المصريين والعراقيين بل لدينا مخطوطات طبية مصرية بردية إدوان سميس وهي مخطوطة مهمة توضح الأمراض ووسائل تشخيصها والعلاج واستفاد الأغريق من الطب المصري والعراقي وقام المسلمون بعد هذا بترجمة المؤلفات الطبية اليونانية خاصة أبقراط وجالينوس وقدروا أبقراط واعتبروه علما عظيما وكانوا في كتاباتهم يقولون العظيم أبقراط بل إن قسم أبقراط كان على الطبيب أن يقوم بقسمه وهو ما أورده ابن أبي أصيبعة مؤرخ تاريخ الطب العرب الإسلامي في كتابه العمدة بعنوان عيون الأنباء في طبقات الأطباء فبالتالي وجدنا المسلمين يستفيدون من الطب الأغريقي وفيما بعد صححوا أخطاء الأغريق وأضافوا إليهم إضافات كبيرة وعندما قامت أوروبا بنهضتها تلقت علوم المسلمين الطبية بعد أن طوروا العلم الإغريقي تطويرات جعلت الطب الإغريقي لجسي تراسا مقارنة بإسهامات المسلمين الذين اكتشفوا أمراضا جديدة ووسائل الإعلاج المختلفة ويكفي أن نقول أن أبو القاسم الزهراوي كان أعظم جراح في الأصور الوسطى من خلال كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف واختار علات الجراحة لا تزال مستعملة إلى الآن طيب دكتور من منظور تاريخي كيف استطاع الأطباء والصيادة للمسلمون برسم مسارة جديدة في الطب الواقع هذا السؤال قيم إسهامات الأطباء المسلمين في الطب تتمثل في الآتي واحد أنهم اتخذوا الطب جسرا للإيمان وهذه نقطة مهمة للغاية فالعلم في الإسلام لا يفصل عن الجانب الديني اتقوا الله ويعلمكم الله ثانيا التأليف في كل موضوعات الطب كافة التشريح أناتومي الباسولوجي علم الأمراض جينيكولوجي النساء والتوليد فارماكولوجي الأدوية فيسيولوجي علم وعظائف الأعضاء كان يطلقوا عليه منافع الأعضاء فألفوا في كل مجالات العلوم الطبية ثم أنهم تناولوا موضوعات دقيقة مثل طب الأجنة اقتداء بما ورد في القرآن الكريم حيث ذكر الله سبحانه وتعالى وصفا فريدا إلهيا يدل أن الخالق جل شأنه ربي قدم إعجازا في القرآن الكريم مني يمنى ماء مهين نطفة علقة يصوركم في الأرحام كيف يشاء كسونا العظام الأحمن فبحثوا في طب الأجنة هذه مراحل الخلق مراحل الخلق وبحثوا في الأمراض النفسية والعصبية من السكيزوفرينة في طب الشخصية والبارانوية جنون العظمة والدبريشن الاكتئاب وغير ذلك بس اللي بحث في هذه العلوم دكتور اللي هم العلماء المسلمين العلماء المسلمين بحثوا فيه موضوعات عديدة ما كانت بنفس الكفاء لدى الأغريق ثم هناك البيمارستانات المستشفيات المسلمون عرفوا الهيلس انشروس التأمين الصحي قبل أن تعرفوا أوروبا وأمريكا بقرون عديدة مثل البيمارستان العضدي في بغداد وبيمارستان المنصوري في القاهرة وكان العلاج بالمجان وهناك أطباء في كافة التخصصات وإقامة مجانية ويتم صرف الأدوية وإقامة على أرقى مستوى بمقيس العصور الوسطى كانت في تأمينات صحية في العصور كان هناك ما يوصف بتأمين صحي من خلال أن العلاج بالمجان والإقامة في المستشفيات التي كانت متقدمة للغاية في وقت كانت أوروبا لا تعرف شيئا عن المستشفيات نحن الذين ابتكرنا المستشفيات بتخصصات متعددة والطبيب النوباجي الذي يصهر من أجل مواجهة أي حالات طارقة بالإضافة إلى هذا التأليف الموسوع في الطب لدينا القانون في الطب لابن سينة لدينا الحاو في الطب والتداوي للرازي الذي وقع في عشرين مجلدا حتى أطلق عليه أصغر مكتبة طبية لدينا التصريف لمن عجز عن التأليف للزهرة وفألفوا الموسوعات الطبية كما ألفوا المقالات الصغيرة المتخصصة مثل الرسالة في الديابيتس لموفق الدين عبداللطيف البغدادي الطبيب الموسوعي العراقي العظيم وكذلك الرسالة في بيان الفرق بين الجدر والحزبة للرازي التي أشاد بها ماكس ميرهوف الطبيب الألماني وقال أنها تعتبر فتحا جديدا في علوم الطب من خلال المقارنة بين اثنين من الأمراض في الأمراض الجلدية وبالتالي فعلا قدموا إسهامات فريدة وتوصل ابن نفيس للدورة الدموية في الرائتين قبل ويليام هارفي وعرفوا الصلة الوثيقة بين الأمراض النفسية والجوانب الفيسيولوجية فبالتالي فعلا قدموا إسهامات فريقة بل صححوا أخطاء الأغريق ويكفي أن جالي نوس قال أن الفك الأسفل قطعتين فقام موفق الدين عطيف البغدادي الطبيب العراقي الموسوعي بالبحث في مئات الجماجم وتأكد له أن الفك الأسفل قطعة واحدة فقال ما تأكد لنا بالتجربة والمشاهدة والمعينة أسوب بما قاله جالي نوس وقص على هذا الكثير من الجوانب التي تدل أن المسلمين تمكنوا من تحقيق إنجازات غير مسبوقة مقارنة بالعلم الإغريقي وتفوق كبيرا اعترف به المنصفون من المستشركين الغربيين حلو الحقيقة هذا دكتور شيء يدعو للفخر جدا لكن دكتور هذا في مجال الطب والصيدلة في الحضارة الإسلامية شو رأيك ننطلق إلى الفضاء وتحدثنا عن الفلك والرياضيات علم الحساب في الحضارة الإسلامية الواقع أن المسلمين بحسوا عن الله تعالى في كل مجال فوجدوا والقرآن الكريم دعوة للكشف الفلكي عندما يشير الله سبحانه وتعالى إلى الشمس القمر النجوم الكواكب كل هذا جعل العلماء المسلمين يبحثون في الفضاء ويدركوا أن هذا الكون متاسع للغاية ووراق قوة مهيمنة عظمة كبيرة وأن الإنسان كائن محدود للغاية مقارنة بطلاقة القدرة الإلهية فالقرآن الكريم دعوة للكشف الفلكي فعمل المسلمون على إقامة المراصد لرصد حركة النجوم والكواكب ومن أمثلتها مرصد وجد في بيت الحكمة في بغداد وكذلك مرصد أقامه أبناء موسى بن شاكر في بغداد والمرصد الحكمي الذي أقيم فوق جبل المقطم ومراصد متعددة أقامها المسلمون فوق الجبال لرصد حركة الكواكب والنجوم طيب هنا دكتور كيف استدل أساساً المسلمين على الحساب أو علم الفلك هل القرآن يعلم علم الحساب أو الفلك الفلك علم عظيم كان هناك إسهامات للعراقيين والمصريين في مجال علم الفلك وعملوا على تقسيم السنة ل365 يوم والشهر إلى 30 يوماً وبرع العراقيون بالشكل كبير في مجال علم الفلك والإغريق استفادوا من العلم المصري والعراقي هذه نقطة محورية هناك أصول شرقية للعلم الإغريقي وفيما بعد المسلمون سوف يترجمون كتاب المجسطي لبطلميوس القلوزي وهو كتاب مهم للغاية أفادهم فيما يتعلق بالفلك وبالجغرافيا ثم اكتشفوا أخطاء وقع فيها بطلميوس ولا أدل على هذا من أن بطلميوس قال أن الأرض مركز الكون فيما بعد تمكن العالم السوري العظيم ابن الشاطر الدمشقي صاحب كتاب رسالة في الاسترلاب وكفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع توصل إلى السولر سيستم النظام الشمسي وقال أن الشمس مركز الكون وتدور حولها الكواكب وهذه الفكرة المركزية قام بالسطو عليها العالم البولندي كوبارنيكوس صاحب تاب صورة في الأفلاك السماوية وظل الغرب يفتخر بكوبارنيكوس بل إلى الآن يتشدقون أن كوبارنيكوس هو الذي توصل إلى النظام الشمسي إلى أن قام العالم الألماني ديفيد كينج وهذا العالم العظيم استدعاء الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي عميد الفلكيين العرب ومدير جامعة الشركة وهو عالم من العلماء المعدودين في العالم في مجال الفلك وألقى محاضرات في سنة 1970 فجر مفاجأة في مؤتمر علمه وقال أن ابن الشاطر الدمشقي هو صاحب التوصل إلى السولر سيستم النظام الشمسي وأن كوبارنيكوس قام بالسطو على كتاباته بعد أن ترجمت إلى اللغة اللاتينية هذه نقطة مهمة للغاية فلنا الريادة في كافة المجالات ومنها علم الفلك حلو دكتور هذا في علم الفلك أضيف جزئية بسيطة في محاضرة للعالم العراقي العالمي السيد دكتور حميد مجول النعيمي قال أن كل نجم غير الآخر أن كل نجم ليه دي إن إيه غير الآخر من خلال طيف النجم وبالتالي يتأكد لنا طلاقة القدرة الإلهية التي يعجز البشر عن تصورها فكل كائن مختلف عن الآخر كل إنسان ليه دي إنه يخص به كل إنسان نبات طيور نجوم بشكل عجيب للغاية تدل على طلاقة القدرة الإلهية فبحث المسلمون في السماء فأدركوا أن هذا الكون بالغ الاتساع بشكل عجيب للغاية طيب دكتور هذا في علم الفلك لو تحدثنا بشكل مختصر عن علم الرياضيات وتحديدا هذا سؤال شخصي ليش المصريين مبدعين في علم الرياضيات الحقيقة أنه أنا اللي درسوني وأنا صغير إلا أنكبرت كلهم مدرسين الرياضيات كانوا مصريين الواقع ليست القضية قضية مصريين هل هي جينات وراثية من أيام الفرعان دكتور؟ أنا بصراحة أنا أؤمن بفكر جينات الحضارة وهذا ليس قاصرا على المصريين فإذا جلست مع أحد العلماء العراقيين تعرف أن وراءه حضارة وكذلك بلاد الشام الآن تأكد لنا من خلال الأبحاث الأسرية أن منطقة شمالية سوريا شهدت حضارة راقية لا تقل عن حضارة مصر والعراق لأن المنطق يقول أنه من المستحيل أن تكون بلاد الشام مجرد منطقة وسطة ما بين حضارة العراق حضارة ميزوبيتيميا بلاد النهرين ومصر ففعلا والأستاذ الدكتور مأمون عبد الكريم وهو متخصص في التاريخ والأثار يدرك هذه الجزئية بشكل كبير فليست قضية قاصرة عن مصرين بل الشعوب النهرية بالذات من خلال الدجلة والفورات في العراق والعاصي في بلاد الشام والنيل تجد فيها جزئية الجينات وتحدي الحياة من أجل اكتشاف أشياء جديد فهذه النحية مهمة فيما يتعلق بالرياضيات المسلمون استفادوا من ترجمة التراث الهندي وعملوا على تطويره ووجد علماء كبار مثل الخوارزمي وكتابوا في جبر والمقابلة واستفادوا من هذه المؤلفات وطوروها بشكل كبير وكان التوصل إلى الصفر يعتبر من الإنجازات الكبيرة واستفادوا من الإسهام الهندي في هذا المجال وطبعا إذا ذكرنا الرياضيات لابد من أن نتجه إلى الفيزياء بمعنى علم الميكانيكا أو ما كان يسمى بعلم الآلات الروحانية التي تجلب السعادة على النفوس فعرف المسلمون استفادوا من علم الميكانيكا في صناعة السعاد وفكرة المصعد أو الإليفيتور فكرة إسلامية بل فكرة الريبوت أو الإنسان الآلي كفكرة أولية عرفها المسلمون ونعلم أن هروني رشيد الخليفة العباس العظيم أرسل ساعة رائعة من إعداد صانع عراقي عظيم يسمى يوسف الباهلي إلى كارولوس ماجنوس كارل الكبير مؤسسة المترية الكارولينجية وكانت ساعة عجيبة إذا ما دقت تخرج على الصفير كي تحدث أصوات موسيقية فانبهر الغرب بها ويلاحظ أن الحضارة الإسلامية حضارة مرتبطة بالزمن والمسلمون عرفوا قيمة الوقت فعملوا على الاستفادة منه بشكل كبير وتقدير الوقت صفة نجتها لدى المؤلفين المسلمين حتى نتعجب أحيانا كيف ألفوا حالي دكتور نحن رح نستكمل هذا الحديث عن الساعة تحديدا وكيفية اختراع الساعة بالأساس نخرج إلى فاصل ثم نعود طبعا دكتور مشاهدنا فاصل قصير ثم نعود لكم حياكم الله ومشاهدين مجددا نرحب بكم وأيضا نرحب بيد دكتور محمد مؤنس أستاذ علم التاريخ في جامعة الشارقة أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك نحن تحدثنا عن الساعة أو اختراع الساعة أيضا ما أهمية الزمن عند المسلمين في الحضارة الإسلامية هذا سؤال قيم ورائع الرسول عليه السلام هو أعظم من أدرك قيمة الزمن فمن يدرس سيرته العطرة يعلم أنه الرسول العمل حتى آخر فمت سانية ولا أدل على هذا من أنه قال لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسه والمعنى واضح العمل حتى آخر اللحظة وهو يحتضر كان يوصل المسلمين بالصلاة والنساء وملكة أيمانكم المسلمون العلماء المسلمون المسلمون عارفوا قيمة الوقت بشكل عجيب للغاية لدرجة أننا الآن نتعجب كيف ألفوا في عصر لم يكن فيه إضاءة لم يكن فيه شبكة الإنترنت كانت توصل للمعلومة يحتاج السفر ومقابلة العلماء والباحثين فألفوا مؤلفات عجيبة كما وكيفا يعني أقدم مثالا بسيطا ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق 800 جزء جمعه في 80 مجلد استغرق التأليف عشر سنوات فهو أكبر تاريخ ألف عن مدينة في الإسلام وكانت دمشق العزيزة عاصمة لأكبر خلافة حقاقها المسلمون امتدت من الصين شرقا إلى أندالوز غربا فعرفوا قيمة الوقت وبالفعل هم اقتدوا بمعلم البشرية ورسول الإنقاذ الإلهي محمد عليه الصلاة والسلام طيب دكتور هل تعتبر أن التاريخ علم أو فن هذا السؤال جميل هو علم وفن وعشق لأن المؤرخ عندما يعشق عصره يعطيه العصر من أسراره علم لأنه قائم على منهج بحثي وخيال لأن الخيال من خلاله يسترد المؤرخ لأحداث السابقة وكان أستاذنا العلامة إسحاق عبيت في مصر يقول لنا في محاضراته المؤرخ دون خيال مثل حفار القبور لا بد من الخيال فإذا زدنا العلم والفن بالعشق المؤرخ يتمكن من استعادة العصر فيكشف له العصر عن أشياء لا تظهر للآخرين وتظهر ملامع هذا العشق في كتابات المؤرخ نفسه طيب دكتور هناك في أكثر من أربعة ألاف مؤرخ في الحضارة الإسلامية كيف ساهموا؟ المسلمون اهتموا بالتاريخ اهتماما عظيما ويكفي أن القرآن الكريم فيه قصص تاريخي فحرس المسلمون على تسجيل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صاحب أكبر مكتبة أولفت عن إنسان ويزعم الإنجليز أن الشيكسبير هو صاحب أكبر مكتبة وهذا كلام غير صحيح لأن محمداً عيسة والسلام ولفت عنه ولا تزل ولن تزل تؤلف مؤلفات عنه تنفيذاً لقوله تعالى رفعنا لك ذكرك بشكل عجيب للغاية فوجدت مدارس للتاريخ عند المسلمين مدرسة المدينة منورة أو الحجاز ومن علامها ابن إسحاق وابن هشام والمدرسة العراقية وهي المدرسة الأم ومن علامها الطبر عمدة المؤرخين المسلمين صاحب تاريخ الروسل والملوك وهو حجة في مجاله ويكفي أن أقول لحضرات المشاهدين أن كارل بروكلمان المستشرق الألماني الكبير حصل على درجة الدكتوراه في تأثير تاريخ الطبر في تاريخ ابن الأسير ومن علامها المؤرخ العراقي العظيم فقر المدرسة العراقية عز الديني ابن الأسير الجزري المتوفع عن 1832 ميلادية صاحب الكامل في التاريخ اللباب في تهزيب الأنساب أزد الغابة في معرفة الصحابة التاريخ الباهر ويعتبر من أعظم المؤرخين المسلمين ولد عام 1060 وعاصر الغزو الصليبي والغزو المغولي ثم هناك بهاء الدير ابن الشداد مؤرخ سيرة صلاح الدين أيوبي وقاضي العسكر وصاحب كتاب النوادر السلطانية والمحاسي اليوسفي والنديم وكتابه الفهرست وابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فالمدرسة العراقية هي المدرسة الأم لظهور عدد كبير من المؤرخين أصحاب الوزن السقيل وطركت تأثيرها العميق في المدارس التالية بالنسبة للمدرسة الشمية هناك ابن عساكر مؤرخ مدينة دمشق 800 جزء جمعه في 8 مجلد استغلق تلف وعشر سنوات بلغ شيوخه 2000 شيخ وشيخة وهناك المؤرخ العظيم ابن العديم الحلبي كمال الدين ابن العديم الحلبي المتوفق 1262 ميلادية بغية الطلب في تاريخ حلب زبدة الحلب من تاريخ حلب الدراري في ذكر الزراري الإفادة في تاريخ بني جرادة ضوء المصباح في الحس على السماح الوصلة إلى الحبيب في ذكر الطيبات والطيب مؤرخ عظيم عاصر الغزو المغولي واتجه إلى مصر ودفن فيها عام 1261 ودفن بجواره عز الدين بن شداد الحلبي المؤرخ والجغرافي صاحب سيرة الظهر بيبرس والأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ونأتي لشمس الدين الزهبي صاحب تاريخ الإسلام وفيات المشهر والإعلام في 30 مجلد ودول الإسلام وهناك أبو الشام المقدسي الروضاتين في تاريخ الدولتين والزلع الروضاتين والباعث على الإنكار البدعة والحوادث وابن قلانيسي الذي عاصر الحملة الصلبية الأولى وتوفي 555 هجرية 1160 ميلادية وألف كتابه إزاي لتاريخ دمشق وهذا كتاب فيه غاية الأهمية كمصدر لتاريخ دمشق ونور الدين محمود هذه نقطة مهمة فبالفعل المدرسة الشامية قدمت لنا عدداً رائعاً من المؤرخين الكبار نأتي المدرسة المصرية هناك ابن عبد الحكم رائد هذه المدرسة وكتابه فتوح مصر والمغرب ثم نأتي إلى ابن خلدون فيلسوف التاريخ الذي اعترف بعظمته أرنالد التوينبي المؤرخ البريطاني المتوفى 1975 صعب نظريت وقل قد توصل ابن خلدون إلى فلسفة التاريخ وهذا أعظم إنجاز بشري في أي زمان وأي مكان فألف العبر وديوان المبتدأ والخابر في ذكر أخبار العرب والعجم والبربر ومنع صارهم من زوج السلطان الأجبر والجزء الأول المقدمة التي ترجمت إلى لغات العالم وفيها وضع قانوناً لحركة التاريخ وركز على جزئية العصبية وهي مقدمة ابن خلدون مقدمة ابن خلدون الخالدة العظيم والآن في كافة جامعات العالم يدرس علم الاجتماع الخلدوني باعتباره من العباقرة وقد توفى عام 1405 ومن بعد هذا نجد تلميذه العظيم تقييدين أحمد بن علي المقريزي صاحب السلوك لمعرفة دول الملوك هل ابن خلدون دكتور هو اللي أسس علم الاجتماع؟ نعم هذا كلام صحيح وقال علم الاجتماع الإنساني ودراسة العمران البشري وقبل أوجست كنت بقرون وبالتالي ابتكر علماً جديداً وهذه نقوة الآن العلم الاجتماع تفرع ل52 فرع وكل هذه الفروع تنهل من مقدمة ابن خلدون أساس أنه النهر الأصلي هذا كلام صحيح ثم ابن المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك والموعز والاعتبار بالذكر الخطط والأسار وهناك محقق مصري عظيم هو الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد عاشق المخطوطات وابن العالم المخطوطات فؤاد سيد والشقيق أحمد فؤاد فألف المقريزي الذي يوصف أنه الشيخ مؤرخ المصر الإسلامية لأنه ألف مؤلفات عن الفتح العربي إلى العصر المملوكي وقد عامل وظيفة محتسب في مصر في العصر المملوكي وهو يعتبر فعلاً من أعظم تلاميذ ابن خلدون ونأتي إلى تلميذه ابن تاغري بردي وتاغري بردي تعني بالتركية عطية الله باليونانية سيودوروس مذكر ومؤنس سيودورا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي فنأتي إلى السخاوي الضوء اللامع ثم نأتي إلى أغزر كتاب ومؤرخي عصره الصيوتي الذي ألف 1202 كتاب ورسالة من مؤلفات حصن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة القول المضبوط في تاريخ السيوط المزهر في اللغة الكاوي في الرد ع السخاوي الإتقان في علوم القرآن رسائل السيوطي الطبية بشكل نتعجب من هذه الموسوعية وكما قلت من قبل خصص عنه كارل برقم المستشق الألمان العظيم 250 صفحة في كتابه جشش الرابش الليتراتور تاريخ الأدب العربي بل أنه ألف كتاباً عنوانه فيهر اسم مؤلفاته من غزارة مؤلفاته فكتب في مجالات عديدة وحصل عديد من الباحثين على دقاءة الماجستير والدكتوراه في الصيوتي فالمدرسة المصرية فعلاً مدرسة رائعة ازدهر بالذات في العصر المملوكي هذه نقطة مهمة للغاية جميل دكتور طب دعنا نتحدث عن التصوف عالم التصوف دكتور هذا البعد الروحي العميق في رأيك كيف أسهم التصوف في تعزيز الأبعاد الروحية والأخلاقية داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها أيضاً طبعاً التصوف قال أصحابه التخلي والتحلي والتجلي هذا تعريف التصوف؟ هم عرفوها كذا لا يوجد أصل لغوي لكلمة التصوف فالبعض قال أنها كلمة التصوف من لبس الصوف والبعض قال من الصفاء ومن أهل الصفة فقراء في مسجد الرسول في المدينة البعض يقول أنها من كلمة صوفية أي الحكمة في اليونانية بدأ التصوف في الإسلام من خلال مرحلة الزهاد الأوائل ومثلهم رابعة العدوية ابنة العراق والحارس المحاسبي وابراهيم ابن أدهم فرابعة العدوية أدخلت مفهوم الحب في العلاقة بين العبد وخلقه وينسب إليها أشعار جميلة كقولية حبك يحلو الحياة مريرة وليتك طرد والإنام غضابه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه إذا صح منك الهوى فالكل ميت وكل ما فوق التراب ترابه فيما بعد دخلت الفلسفة في التصوف فأوجدت بعض المشكلات جميل هذه العلاقة تكون بهذا الوصف العلاقة أصلا إن الله تعالى أحبنا فأوجدنا من العدم إلى هذه الحياة وهي قالت اللهم إني أعبدك ليس حبا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما لأنك تستحق العباد وبالتالي حلت مشكلة كبيرة للغاية شغلت الفلسفة في الغرب عن جزئية الحرية في الإنسان الحرية الإنسانية هي العبودية لخالق الكون مالك الملوك فأنت تتحرر من شهواتك بأن تكون في قبضة الرحمن وليس هذا أسرا بما ثابت الأسر بل بما ثابت المحبة وهناك من الشعراء قال الحب ديني وإيماني حب كافة البشر والمسالمة مع جميع طالما لم يكن هناك ساركة حقوق أو اغتصاب أرض أو شيء من هذا القبيل فبالفعل ومع التصوف المفلسف حدثت بعض المشكلات لوجود بعض الأشخاص الذين تأثروا بفكرة الانكرنيشن الحلول مثل حسين بنصر الحلاج الذي درسوا ماسينيون في دراسات الباسيوند الحلاج وقعت في ألف صفحة من جماعة السربون وهناك السهروردي الحالب المقتول فلسوف الإشراق في حكمة الإشراق والغربة الغريبة والألواح العمادية وغير ذلك وهناك أبو الحسن الشازلي الذي كان يقول أن القلب شجرة تسقى بماء الطاعة وصاحب الطريقة الشازلية وطبعا هناك ابن عربي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وهو شخصية جدلية لأن كتاباته أسارة الفقاء عليه وإلى الآن بين قادح ومادح بصفة عامة أنا أفضل بصراحة عن الصورة الشخصي الزهاد الأوائل والصوفية لهم عبارات جميلة من ترك ملك هذا تعبير جميل للغاية الغنى في الاستغناء الاستغناء عن الخلق بالحق وابن عطاء الله السكندري له التنوير في إسقاط التدبير وفعلا التجارب الروحية في الإسلام جعلت المستشقين ينبهرون بعمق هذه التجارب أنا أشكرك دكتور نقف عند هذا الحد لنهاية الحلقة قول حقيقة أن الحديث معك شيق جدا أشكر حضرتك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا من بودكاست خبايا التاريخ نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة في أمان الله لم يكن كريستوفر كولومبس أول من اكتشف أمريكا بل أن العرب هم الذين اكتشفوها من قبل ذلك بقرون عديد لماذا يعتبر دكتور لقاء الإدريسي ورجل الثاني نقطة فاصلة في التاريخ لأول مرة يلتقي العلم بالسياسة لقاءا رائعا فالإدريس هو أعظم جغرافي في العصور الوسطى دونما مبلغ ما هي قيمة ياقوت الحموي في علم الجغرافية؟ ياقوت الحموي ألف كتابا هو معجم البلدان قال عنه عميد الاستشراق الروسي كراتشكوفيسكي إنه كتاب فريد بالنوعية فلتفتخر أمة العرب باقتناء هذا كتاب إنه ليس جغرافيا فقط بل جغرافيا وتاريخ وأدب وفولكلور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر